اهلا بكم في فيديو النهاردة هنعمل بوك للفكة على شكل صدفة هشتغل وخط المكرمية القطن وابرة 4 ملي نعمل عقدة البداية وتمانية سلسلة نفوت اول سلسلتين وفي السلسلة الثالثة نشتغل عمود نشتغل كمان 3 عمود بعدهم هيتبقى في السطر غرزتين نشتغل واحدة حشو واحدة سحب سلسلة ونبدأ السطر الثاني ونعمل غرز سحب هنعمل خمس غرز بس سلسلة ونعمل خمس غرز يعني بنفوت اخر غرزة ما بنشتغلش فيها ونرتفع باتنين سلسلة ونلف الشغل ونشتغل 3 عمود في اول غرزة بنسيب حلقات غرزة السحب ونشتغل على الحلقة دي ثلاثة عمود واخر غرزتين واحدة حشو واحدة سحب سلسلة ونلف الشغل ونشتغل 6 غرز سحب يعني من غير ما نشتغل فوق الغرزة الأخيرة يعني من غير ما نشتغل فوق الغرزة الأخيرة ثلاثة عمود ثلاثة عمود في أول غرزة في أول غرزة ثلاثة عمود ثلاثة عمود وآخر غرزتين واحدة حشو وواحدة سحب سلزلة ونشتغل سبع غرز سحب اتنين سلسلة ثلاثة عمود في أول غرزة ثلاثة عمود غرزة حشو وغرزة حب بالوقت هنعمل صف من غير تزايد فبدل منامل تمانية سحب هنعمل سبعة سحب بس ترجمة نانسي قنقر يعني مش هنشتغل سحب فوق آخر غرزتين اتنين سلسلة ثلاثة عمود في أول غرزة وبعدين أربع عمود وحدة حشو وواحدة سحب ترجمة نانسي قنقر سلسلة سحب يعني هنسيب آخر ثلاث غرز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ثلاثة عمود في أول غرزة ثلاثة عمود ترجمة نانسي قنقر 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 وبعدين اتنين سلسلة وتلاتة عمود في اول غرزة وبعدين اتنين عمود واحدة حشو وواحدة سحب اشتركوا في القناة ثلاثة عمود وبعدين عمود واحد حشو وزحب بعدين اتنين القطعة بالشكل ونشبك الطرفين بتلات غرز سحب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبنخيط السستة مش من الصف الاول نبدأ من الصف التاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونخيط القطعتين مع بعض من الصف الاول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونكمل خياطة السوست انا وضحت الطريقة بحجم صغير نقدر ننفزه بأي حجم لما هنزود في سلاسل البداية وفي عدد الصفوف اتمنى تكون الفكرة عجبتكم